موسيقى في عنوين الصحية لليوم موسيقى معدل الوفيات الناجمة عن كورونا أضعاف الإنفلوينزا الموسمية والحامل المصاب بكوفيد غير معرضة للخطر أكثر من غيرها موسيقى الارضاع الطبيعي هل يطور مهارات السلوك والذكاء العاطفي عند الأطفال موسيقى بطاقة أخماد بلاستيكية تدخل أجسامنا أسبوعيا سدود عشوائية في أوروبا تهدد النظمة الأيكولوجية موسيقى كشفت دراسة مجرى أطباء في جامعة ديكومو الفرنسية أن معدل الوفيات الناجمة عن كورونا تسعة عشر يتجاوز بنحو ثلاثة أضعاف عدد الوفيات من جراء الإنفلوينزا الموسمية أشارت الدراسة إلى أن الفرق في معدلات الوفيات مدهش على نحو خاص نظرا إلى أن موسم الإنفلوينزا لعام 2018-2019 كان الأكثر تسببا بالوفيات في فرنسا منذ خمس سنوات أكدت دراسة أجراها علماء في سينغافورا أن المرأة الحامل المصابة بكورونا لا تكون معرضة للخطر أكثر من غيرها بيانت الدراسة أن الأمة المصابة بالفيروس لا تنقل العدوى إلى طفلها خلال الولادة كما أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالفيروس لديهم أجسام مضادة للفيروس المستجد رجح مستشار علمي للحكومة الفرنسية التي تعود الحياة إلى طبيعتها قبل خريف العام 2021 طبيب المناعة الفرنسية حضر في لقاء تلفزيوني من أن فيروس كورونا يعاود الانتشار بقوة فور الخروج من الإغلاق الآن إلى ملفنا الطبي وموضوعنا اليوم الإرضاع الطبيعي ما هي فوائد الرضاعة الطبيعية وكيف يقر الرضاع من الأمراض تنصح منظمة الصحة العالمية بالرضاعة الطبيعية للأطفال حتى عمر 16 شهران فهي تحفز نمو الطفل وتقيه الأمراض وتمده بكل العناصر الغذائية التي يحتاجها أبرز فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل أولا تأمين الغذاء اللازم للطفل وتطوير دماغه إذ تمد الرضاعة الطبيعية الرضيعة بالكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة منها البروتين والكالسيوم والدهون الصحية ثانيا تقوية جهاز مناعة الطفل إذ تحمي الرضاعة الطفل من الأمراض المختلفة ومن الأمراض المعدية على وجه الخصوص وأثبتت مؤخرا دراسات حديثة فوائد حليب الأم في وقاية الرضيع من الإصابة بفيروس كورونا ثالثا حماية الجهاز الهضمي حليب الأم يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي للرضيع لاحتوائه على الأنسلين والكرتزول والأحماض الأمنية اللازمة فوائد الرضاعة الطبيعية تتخطى حاضر الأطفال إلى مستقبلهم إذ ثبت علميا أن حليب الأم يقي الأطفال السمنة مستقبلا ويقلل فرص إصابتهم بأمراض التهابات الأذن والحساسية وغيرها من العاصمة السورية دمشق تنضم لنا الاختصاصية في أمراض الأطفال والرضع وحديثية الولادة الدكتور آلاء محمد علي أهلا ومرحبا بك دكتور آلاء ما هي أهمية الرضاعة الوالدية وبماذا تتميز عن الإرضاعة الاصطناعية؟ أهلا وسهلا من دمشق الحياة شكرا جزيلا على الاستضافة أهلا وسهلا الحياة في إجماع عالمي أهلا فيك في إجماع عالمي بين خبراء التغذية وأطباء الأطفال ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف بأن الأفضل مصدر للغذاء للطفل منذ الساعة الأولى للولادة وحتى 16 شهر هو حليب الأم لأن حليب الأم متوازن كامل الأغذية ومتجدد وحيوي ويمكن للأم أن ترضع في أي زمان ومكان كما أنه درجات حرارته مقاربة لدرجات حرارة الطفل عدا عن تزويد الطفل بكامل الأغذية التي هو بحاجتها طيب بماذا يختلف في العناصر الحليب الطبيعي للأم عن الحليب الاصطناعي نعم يختلف كثيرا وهنا تكمن أهمية الأرضاع الوالدي في مكوناته الحقيقة أول شي 7.8% من حليب الأم هو ماء وبالتالي الطفل العمر 6 شهور ما نبي حاجة لنقطة ماء لذلك نحن هذا يختلف عن الحليب الاصطناعي ثانيا غناه بالبروتينات البروتينات التي تكون الأجسام المناعية من ناحية أهمها وعلى رأس الكزين والجبنين والاكتوفيرين التي يشتغل كمضاد التهاب يحيد البكتيريا السيئة في الجهاز الهضمي ويقوي البكتيريا النافعة ويأتي بروتين الليزوزومات التي تعمل أيضا على مناعة الجهاز الهضمي وأهم من هذا وذلك الجلوبولينات المناعية من نمط IGA التي تتواجد بكسافة في الرئتين وبالتالي تحمي الأطفال من ذات الرئوة والتهابات الرئية بنسبة 11 مرة ضعف الحليب الصناعي وتتواجد الآي جي أيضا في غشاء الهضمي أيضا وتحميهم من الإسهالات كمان بنسبة 11 مرة ضعف أيضا كزالي غناب السكريات وعلى رأس اللاكتوز والسلاسل القصيرة التي لا تمتص من الجهاز الهضمي لكنها تؤمن الوسط الحامضي الذي يسبب امتصاص عالي للكالسيوم والفاسفور وبالتالي مناعة زيادة مناعة العزام أيضا كما يأتي لاحقا أيضا الدهون الدهون في حليب الأم أنواع الحمود المتعددة السلسلة وهي تحسن من طعمه والحمود طويلة السلسلة أو اللونج تشين تقوم بخلق وسط يعمل على بناء خلايا الدماغ والبصر وتحسين المهارات السلوكية لاحقا عدا عن ذلك كما نعرف جميعا مليء بالفيتامينات الأي والدي والكي كذلك حاليا كل أنواع الحليب الصناعي تحاول أن تصل إلى سوري نزل هو لا يهمني تحاول أن تصل وإعلم ليهون بردون يلا طيب كاملي دكتورة نحن نسمعك للاتصال ما في مشكلة تفضلي تفضلي كذلك البروبيوتك أريد أن أتكلم عن البروبيوتك وهو البكتيريا النافعة التي تحاول كل أنواع الحليب الصناعي أن تضيف إلى أنواع حليب المجفف ولا تستطيع أي شركة أنواع حليب مجفف في العالم أن تصل لميزات الحليب الصناعي الحقيقة الحليب الطبيعي دكتورة علاء سأدخل أكثر إلى تفاصيل الموضوع هناك نساء يكون حليبهن بلا لون أو لديهم قلة في الحليب رغم ذلك السيدات الكبار في العمر يقولون لبناتهم أنه معلش رضعي كرمال الصمغة ما هي الصمغة؟ نعم الصمغة هي اللباء وهي المحلول الأول هو الحليب ثلاث أنواع أول ثلاث أيام تفرز الصمغة بشكل كسيف غزاء غني بالبروتينات والجلوبونينات المناعية والـ IGA قليل السكريات لذلك يكون دسم وكسيف لكنه كافي كحجم إرضاع لمعدة الطفل بالأيام السلاسة الأولى ثم يأتي بعد الحليب الانتقالي يصبح غني بالسكريات ثم بعده يصبح نوع الحليب العادي كما أشرت حضرتك مدام فتون إلى موضوع التقاليد أنه الحليب لا يشبع والحليب خفيف هذا يعود إلى أن الرضع الواحدة يتغير مكون الحليب ضمن الرضع الواحدة الجميع يعرف الخبراء يعرفون أنه أول خمس دائب هلأ الأم ترضي عادة بين خمسة لخمسة عشر دقيقة من كل سدي أول خمس دائب ينزل حليب فاتح اللون رمادي ما إلا الزرقى منسميه نحن فور ملك هذا خفيف بتفكره الأم خفيف لكن لا يلبس أن يتغير إلى النوع الدسم والغني بالدهون الدسمة والتي تشبع الطفل لذلك نحن نصر على الأم في العيادات والمشافي أن تقوم بالأرضاع لمدة خمسة عشر دقيقة من كل سدي تقريبا حتى تصل بطفلة إلى الإشباع الكامل والتم عاد عن ذلك الحليب سهل الهضم كما هو معروف أن الحليب الطبيعي بروتينات صغيرة الحجم وسهلة الهضم لذلك الطفل يخرج بشكل متكرر وتعتقد الأم أن طفلة لا يشبع لكن بالنهاية لازم الأم تحافظ على مدة رضعة كافية وتكسر من الرضعات هذا فرقه عن الحليب الصناعي اللي جزئته كبيرة وصعبة الهضم وتسبب مشاكل معوية وهضمية وأحيانا إمساك وأحيانا مغصي كتير لذلك نحن نرجح دائما الحصول على الحليب الطبيعي بكل الأحوال دكتورة أيضا هناك أمهات يعانين من أنه عندما ترضع لفترة 15 دقيقة من كل ثدي بعد ذلك ابنها أو ابنتها يستطيعون أن يأخذوا رضعة كاملة من الحليب الاصطناعي فيعتقد بأنه الولد لم يشبع فعليا ماذا تقولين لهن؟ هذا كلام مغلوط والحقيقة نحن في استسهال لموضوع الحليب الصناعي أكثر من المتوقع يعني تخيلي أن 90% من إعطاء الحليب الصناعي لمبرر له وبالنهاية نحن يجب أن نركز على فكرة الأرضاع الطبيعي ومهما تحملت الأم من مشاكل أصناع الأرضاع وتشققات سدي وآلامة ومشاكل انغلاق الرحم وما شابه بالأيام الأولى ما حاجة طفلة إلى هذا الحليب اللبأ الذي نتكلم عنه في الأيام الأولى كم هو مغزي وكم هو جوهري بالنسبة لصحة الطفل في الأشهر الأولى ولاحقا في المستقبل ولاحقا سأتكلم عن هذا الموضوع الأم عندما تقول أن طفلي لا يشبع يجب أن تستمر ويجب أن تثابر ويجب أن تعيد الأرضاع الطبيعي وتعتني بغزاء وتجهز نفسها منذ الشهر التامن قبل الولادة بمساجات جيدة للسدي وللأرضاع وأن تقرأ عن الموضوع أنا أستغرب كثيرا في عياداتنا وفيما شافينا هذا الاستسهال والعزوف عن الأرضاع الطبيعي مقابل الحصول على وجبة سهلة وسريعة من الحليب الصناعي الذي لا يقارن بالحليب الطبيعي هذا يجعلني أسأل ما هي نسبة الأرضاع الطبيعي المطلق في البلاد العربية مثلا في سوريا نعم الحقيقة في نسب صادمة يعني في 2016 أصدرت منظمة الصحة العليمية تقرير بالتعاون مع وزارة الصحة السورية كانت النسبة صادمة كأرضاع صرف ومطلق للست أشهر لم تتجاوز النسبة 25.8% وهذا الأمر أيضا مشابه في الدول العربية المجاورة الأردن 28% لبنان تبدأ النسبة 40% ثم تتضاءل بعد كم شهر يعني نحن نشدد هنا على أن ترتفع النسبة وعلى أن نحاول أن نصل بالأرضاع الوالدي إلى أن يكون مطلق وحر وصرف وهو كافي ولا يوجد أي داعي لأنواع أخرى من الحليب الصناعي طيب الفيروسات كفيروس كورونا هل ينتقل عبر الحليب الوالدي أم لا؟ طبيعي الحقيقة حتى الآن الدراسات أكدت أن فيروس كورونا أولا لا ينتقل عبر المشيمة وبالتالي لا ينتقل من الحامل لطفلة ولا بالسأل مهبلي أثناء الولادة ولا بدم الحبل السري ولا ضمن الحليب وهذا يتيح للأمهات المرضيعات المصابات بأن يقوموا بالأرضاع عدا عن ذلك ممكن الأم المصابة أن تمرر الأضادات التي تحميه من الإصابة فيما لو أصيب بشكل عمودي بسبب رزاز الأم هذه الأضاد تصل لنسبة 85% في حليب الأم عكس بعض أنواع حليب الماعز والحيوانات فهذه أخبار مطمئنة لكل الأمهات المصابات بكوفيد-19 أن بإمكانهم أن ينهوا حملهم أولا بولادة طبيعية وبإمكانها أن يرضعوا لكن مع أخذ الاحتياطات طبعا أخذ الاحتياطات لازمك الكمامة والتعقي نستطيع أن نتكلم عن الاحتياطات ووضع كمامة غسل اليدين جيدا من 20 سنة قبل وبعد ملامسة الطفل كمان وضع جاون تطهير جميع الأسطح والأماكن التي تلمسها الأم وإذا حصلت لا سمح الله عدوى الطفل جاهز لتلقي الأضاد عبر الحليب وهذا الشيء فعلا يطمئننا نحن الأطفال دكتورة لا تحدثت لنا عن فوائد الحليب الطبيعي لكن هناك سؤال هل يخلق أو يساعد الأرضاع الطبيعي على جسم بنيويته أقوى حتى في عمر متأخر يعني من يرضع رضاعة طبيعية من والدته عندما يصبح في الثلاثين مثلا أو الأربعين من عمره يكون جسمه أقوى ممن راضع رضاعة استناعية أم أنه الفوائد فقط لعمر معين السؤال هام جدا شكرا على السؤال بداية في المرحلة الأولى يجنبهم كما قلنا التهاب الأزن الوسطى التهاب الرئى الإسهالات كما يجنبهم حادثة الموت المفاجئ قبل عمر السنة وبنسبة 50% تخيلي النسبة كم هي عالية لاحقا في المستقبل الأرضاع الطبيعي وبعد دراسات كثيرة ومتشاركة وريتروسبيكتف تمت الإشارة إلى أنه يجنب أمراض القلب السكري يجنب هؤلاء الأطفال عندما يكبرون البدانة وكما يجنبهم أمراض مناعية مثل داكرون التهاب الكولون القرحي أيضا فهذا كافي لأن نعرف الفائدة طويلة الأمد من الحليب الطبيعي هذا الحليب الذي يقدم في السنة الأولى من العمر ويبقى مع الطفل طيلة حياته السؤال أيضا طبي بحث بما يتعلق بعمليات التجميل هناك بعض النساء يضطرنا إلى مثلا شد أسدي أو تصغيره أو تكبيره هل هذا يمنع الإرضاع الطبيعي؟ الحقيقة لا يمنع لكن نحن ننصح الأمهات اللواتي يرغبن بهذه العمليات بإنهاء حمولهم ثم اللجوء لهذه العمليات أنا شخصيا صادفت كعدد من الأمهات اللواتيقة قمنا بهذه العمليات وكان شوي يسبب الأرضاع الوالدي نوع من الألم لهم عدا عن تراجع بنسبة نجاح هذه العمليات لكن يفضل للأم إذا في حال رغبت أن تؤجل لنهاية حمولة ويكون أفضل طيب دكتورة كيف يؤثر الأرضاع الوالدي على أو الأرضاع الطبيعي بالاسم الدرج على مهارات الإنسان على سلوكيات الإنسان على الذكاء العاطفي للإنسان هل يجعله شخص متوازن أكثر؟ سؤال حلو أنا شخصيا مهتمة بالذكاء العاطفي وأعطي محاضرات عن الموضوع ويفرحني أن أقول أن الحليب الطبيعي في دراسات أميركية بجامعة بوستن قالت أن الطفل بسبب حركة الجهد التي يبزل أثناء الأرضاع الطبيعي وهو ليس بالسهل هذا الجهد يطور الفك ويطور التلقي اللغوي الشفاهي بعمر ثلاث سنين كما أنه يزيد من مهارات التواصل بعمر السبع سنوات ويخفر من الصبعوبات السلوكية بهذا العمر ويؤهب لاحقا لذكاء عاطفي أو اموشنال انتليجنس أقوى على كبر هذه الدراسات مجتمعي تؤكد أن النوكليوتيدات أو الدهون أو البروتينات الموجودة بحليب الأم تساهم بالبناء الخلايا العصبية التي تتشكل تحت الخمس سنوات أعلى نسبة للتشبيك العصبي 97% تتشكل تحت خمس سنوات ويساهم الأرضاع الطبيعي بنسبة عالية منها مما يطور مهارات سلوكية وعاطفية واندماج بالمجتمع وثقة بالنفس أعلى عندما انتلقى رضاع طبيعي الحياة سبحان الله طيب أيضا هل له علاقة بارتباط الولد أكثر بأمه يعني بدي يدخل بالموضوع المجتمعي شوي الولد الذي يرضع من أمه يكون أحن أم لا؟ ما خاص؟ ممكن الحياة بلا هذا الشيء أكيد موجود لسبب أن أثناء الأرضاع الوالدي يفرز هرمون اسمه الأكسيتوسين أو هرمون السعادة مع موجود الملامسة وهذه البند والرابطة التي تتشكل منذ الساعة الأولى بين الأم وطفلة ونحن نقول الساعة الأولى لأن هناك كثير من الأطقم الطبية والمشافي التي تبعد وتفصل الطفل عن أمه لمدة يوم أحيانا حتى ترتاحه حتى تتخلص من المخدر نحن ننصح بالتلامس والتقارب بين الأم وطفلة منذ الساعة الأولى والبدء بالأرضاع الوالدي لتنفرز هرمونات الأكسيتوسين والبرولكتين التي تؤهب لرابطة عاطفية أقوى بين الأم وطفلة لا نعرف موضوع الحنان لكن موضوع هرمون الساعة الأكسيتوسين موجود وبالدراسات لأنه عند الأطباء والأسيمة في سوريا عندما تلد الأم مباشرة يضعون الطفل وهو بمشيمته على صدر والدته يقولون أنه من أجل دب الحنية باللغة العامية لكن بالسؤال الأخير لو سمحت الأمهات الذي ألاقي لديهن نقص في الحديد أو فقر دم هل لا يستطعنا الأرضاع الطبيعي لأن الحليب يفتقر إلى كثير من المعادن ربما؟ عادة أثناء الحمل تدرس حالة الأم ونعرف إذا كان عندها فقر دم ويجب التعويض قبل الأرضاع وفي حال كان أثناء الأرضاع في نقص أي من المكونات الغذائية أو العناصر المعدنية أو الفيتامينات يمكن تزويد الأم بها وبالتالي تأمين أفضل نوع من مكونات الحليب لطفلة لكن عادة الحليب بمعزن عن صحة الأم يؤمن كامل الغذاء لطفل الأم المرضى شكرا جزيلا لك الدكتورة ألاء محمد علي الاختصاصية في أمراض الأطفال والرضع والخدش كنت معنا مباشرة من دمشق من الملف الطبي إلى الأخبار البيئية المتنوعة هل تعلم أنك تستهلك من البلاستيك مقدار بطاقة اعتماد أسبوعيا ومقدار قبعة رجل إطفاء سنويا دراسة لرويترز حول مقدار احتواء غذاء على الميكرو بلاستيك ولا سيما من خلال المياه التي نشربها أو من خلال بعض أنواع الأسماك تتحدث الدراسة عن ازدياد كبير في الصناعة البلاستيكية خلال السنوات الخمسين الماضية ولا سيما منها غير القابلة للتحلل والقابلة للتغلغل إلى داخل أجسامنا عبر الغذاء تجزئ السدود المقامة على الأنهار الأوروبية النظمة البيئية الحيوية دراسة حديثة نشرتها مجلة نيتشر كشفت وجود أكثر من مليون سد على الأنهار الأوروبية ما ينعكس سلبا على التنوع الحيوي مع عرقلة حركة الأسماك والرواسب والتأثير في تدفق المياه وحرارتها ما قد يؤثر بدوره في نمو بعض الأصنف الصحية انتهت دمتم سالمين اشتركوا في القناة